استمرارا مع جريدة الأهرام وكمان بالتأكيد متابعة للحدث الأهم والأبرز عالميا كمة المناخ اللي بتستقبلها حاليا مدينة شرم الشيخ مدينة السلام المجتمع المدني شريك داعم في حماية البيئة 1200 منظمة أهلية خضراء تطلق مبادرتها تحت ما ظلت الحملة الأكليمية مناخ مستدام بناء مدارس من الخامات الطبيعية توفر الطاقة تقلل الحرارة بنحو 7 درجات مئوية بصعيد مصر خلينا نتكلم على الجهود بتأكيد في جهود كبيرة جدا بتفزولها الدولة في التحدي الأكبر والأبرز على مستوى العالم التغيرات المناخية لكن المجتمع المدني له دور برضو مهم ولو تواجد وخلينا نتكلم عن هذا التواجد وهذا دور خصوصا بقى في يوم المجتمع المدني في قمة المناخ شرم الشيخ المجتمع المدني في مصر في الفترة الأخيرة بيقدم دور كبير جدا للمجتمع المصري يعني بيساهم بشكل كبير جدا في خطط التنمية في مصر يعني زي ما قلنا قبل كده انه كتف بكتف مع الدولة مع الحكومة المصرية المجتمع المدني فيه منظمات قوية جدا عندها إدارات وعندها مؤسسية فبالتالي عندها أفكار كتير فيما يتعلق بيه اللي هي علاقة بالبيئة والمناخ طبعا الأفكار دي مهمة للمجتمع المحلي زي ما حكي قلت المدارس مش مدارس بس كمان تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها الأسمدة المخلفات اللي لها علاقة ترشيد الطاقة حاجات اللي لها علاقة بتحليل المياه فبتقدم مشروعات كبيرة وأفكار كتير جدا في مختلف المجالات خاصة المجالات المهمة اللي هي مجالات الطاقة مجالات الري والزراعة مجالات لها علاقة بالتعليم فبتقدم أفكار من النوع ده بتساهم في تنمية المجتمع المحلي بتقلل الانبعاثات وبتحافظ على البيئة